شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون مصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد في فعاليات افتاح البرنامج المهنية القاهرة 2022 مؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة كتبنا تنير العالم على هامش معرض القاهرة الدولي في نسخته الثالثة والخمسين هذا وقد أشادت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بتضافر جهود للمضي قدما في المبادرة الرئاسية اتكلم عربي واهتمام القيادة السياسية بها حيث تهدف المبادرة الحفاظ على هويتنا وتقاليدنا العربية الراسخة ومن ناحيتها أوضحت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم أن مصر تحتفي بالثقافة وبالكتاب في الجمهورية الجديدة التي تواصل للمعرفة والثقافة بجانب بناء الإنسان وتثبيت دعائم الهوية المصرية من العلم والثقافة